لدعم جهود التكييف في أفريقيا حضرات المشاركين الموقرين استمعنا إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس بايدن أود أن أشكره على تحليه بروح القيادة في مواجهة التغير المناخي وذلك من خلال الإعلان على عدد من المبادرات والالتزام ببدل جهود كبيرة على الصعيد الوطني والدولي فيما يتعلق بالانبعاثات والحد منها وخطط ومساهمات الولايات المتحدة في جهود التكييف والتخفيف أود أن أشكره فخامة الرئيس بايدن وحكومته على دعمه لجهود التعاون مع مصر هذا سيكون موضوع اجتماعي فخامة الرئيس سيسي قال في كلمته أمام القمة في 7 نوفمبر بأنها يؤكد على أهمية التعاون بين الشمال والجنوب وأهمية النهج غير البعيد عن المواجهة وذلك مركزا على الحاجة للدعم الدول النامية في جهودها نحو التكييف وكما تعرفون جميعا وكما شاهدنا في كثير من التقارير العلمية وأخرها تقرير الثاني للهيئة الحكومية الدولية التغير المناخي والتقرير التكييف العالمي فأن شهدنا بأن العالم يواجه معضلة تتطلب تسريعا للجهود هذه الدورة توقض في أفريقيا هناك توقعات كبيرة بأن هذه الدورة سوف تؤدي إلى تحقيق تقدم كبير واعتماد التدابير قابلة للتنفيذ بشأن قضايا ذات الأولوية في أفريقيا وفي الدول النامية الآخرة وبما في ذلك جهود التكييف والقدرة على المقاومة أفريقيا كما تعرفون تساهم بأقل من 4% من بعثات الدفئة العالمية ولكنها من بين المناطق الأكثر تأثرا وفق تغير الهيئة الحكومية الدولية والتحدي الكبير الذي تواجهه الدول الأفريقية هو الحصول على خطط تمويل قابلة للتنفيذ من أجل القيام بجهودها لأن تعزيز القدرة على الصمود أمر ضروري قبل أيام عدة قمنا بإطلاق برنامج عامل شرم الشيخ للتكييف ويشمل هذا البرنامج مجموعة من الأهداف توصلت إلى 30 لتطبيقها بحلول 2030 هذه الأهداف نحتاج إليها للحد من هوة التكييف وتمويل الجهود التي تساعد أكثر من 4 مليارات نسمة على مواجهة أثار التغيير المناخي وذلك من خلال دعم البنية التحتية والموائل البشرية وغير ذلك هناك أيضا مكون يركز على النتائج والأهداف الخاصة بأفريقيا يسعدنا أن هذه المبادرة التي أطلقها فقامة الرئيس سيسي في اجتماع باريس وفي دورة مؤتمر الأطراف باريس والتي تستمر الآن في هذه الدورة وطبعا سيكون هناك صفقة أو حزمة من الاتفاقات سيتم الإعلان عنها هذا البرنامج سيساهم بشكل كبير في تعزيز الجهود العالمية في ميدان التكييف والقدرة على الصمود بصفتها أولوية كبيرة للدول النامية إن مصر بصفتها رئيسة لهذه الدورة وبصفتها دولة أفريقية تدرك تماما تحديات التكييف التي تواجهها قراتنا ويسعدنا أن نتمكن من التعاون مع الولايات المتحدة على مدى السنة الماضية لوضع حزمة من الدعم لأفريقيا من أجل مساعدة هذه القارة على تنفيذ برامج التكييف والتخفيف إن مصر والولايات المتحدة تؤمنان بأن هذا الدعم يجب أن يكون مبتكرا ويؤدي إلى تحول حقيقي ولن يؤدي إلى زيادة عبء المدونية وتأكيد على القروض الميسرة ونحن ندرك التحديات التي تواجهها القدرات في أفريقيا والتي تمثل عقابة أمام التكييف في كثير من الدول الأفريقية ويسعدنا لمواجهة هذا التحدي أن نعلن عن إنشاء المركز الأفريقيا والذي سيكون مقره القاهرة من أجل تعزيز القدرة على الصمود ومواجهة وحل مشاكل التكييف هذا المركز سيكون مركزا للتدريب وبناء القدرات وإجراء البحوثات الأكاديمية وتبادل القدرات والمعرفة وذلك بالتعاون مع ممثلي الحكومات والمنظمات المختلفة المعنية بموضوع التكييف ونحن نأمل من خلال هذا البرنامج بشأن دعم القدرات في أفريقيا نأمل أن نتمكن من سد احتياجات معظم الدول النامية نشكر حكومة الولايات المتحدة على دعمها في هذا الميدان كما نرحب بدعم الحكومات والهيئات الأخرى حضرات المشاركين الكرام سنتستمعون إلى كلمة من وزير الخارجية كيري بشأن عدد من التدابير لدعم جهود التكييف في أفريقيا في الختام أود أن أشكر الولايات المتحدة على تعاون البناء الذي جرى بيننا خلال السنة الماضية لوضع هذه الحزمة من التدابير ونحن نشكر الولايات المتحدة على دعمها لجهود التكييف في القارة الأفريقية ودعوتها إلى التطبيق واتخذ التدابير العملية شكرا شكرا